في بعض الأحيان بعض التصرفات تظهر كأنها تسلط إحنا أنا تازمت باش نرجع الدولة هيبتها هيبت الدولة ترجع بالعدانة وهيبت الدولة ترجع بإيمان المواطن أن الدولة رهت تحلوا في المشاكلتها فيه كيفيات وفيه وسائل فيه أساليب باش تصار باش ترجع لقدر نفسك قدرش ترجع لقدر نفسك بالشت والسب وبالتسلط لا هذه ما هيش ما هيش داخلها في البرنامج لا أنت على رئيس جمهورية ولا في الدهنية تعالوا تعلموا أضمن تعالوا مسؤولين وسائلين لأغلبهم بعاد على هذه المشاكل هذه الحقيقة ما ملومش عليهم أنا ما أنتج من عندهم حتى التصرف سبي ليفتنا على قليل لحد المالهدم الأخير ضعف قامت بديت قامت هل ما تضيح بهذا الخصوص؟ أمتاهت ضدق بحث لي تغيث تريب إذا ما هيش مسكونة تريبها على وجه من أساس لازم يتحاسب لزي مراقبش احنا نعرف بالليه رخصة البناء تعطى المساوى البلدية والبلدية عندها مسؤول ويصاية هي الضايرة باش توصل الولي باشيش الولي يأمر بالهدم مباشرة في حلو ممكن يخدوها لضمان ممكن يعود يقوموا للأرض ويرخصوه بشفة ستنائية كما رخصنا البعض المصانع يعني فيه ياسية الرئيس فيه مصار معين لتواخد دقة فيه ما فيه شي لا سلطة قالوا حدم لا بالنسبة للمواطن البسيط فيه بعد الاحيان إجراءات ما تطلبش تدخل الولي بنسه وهذه يبقى بالنسبة لأمور اللي تمس بحيبة الدولة وتمس بالله والله صراحة ما عدا قضية الهدم اللي واضحة بالتقريب ما قدرش نفهمش رهي يقول خاصة دقيقة الأولى يعني كاش ما فهمت انتو ما فهموني يعني لكن دقيقة الأولى ما تفهمش تكلم على فيه قضية هيبة الدولة أي كلام لكن في قضية الهدم الحقيقة مرة أخرى اللي اطرح على تبون إذا كانوا هما هذو اللي رحوا قاموا بالهدم ما شافوش ما شافوهمش مما يبنوا وكان اللي يبنى لمدة أشهر وكان اللي يقعد سنة سنتين ثلاث سنوات كان بعض البنايات اللي عمرها ثلاثة أربع خمس سنوات وقاموا بهدمها الآن في قلب الشتاء يعني عندهم أسابيع هما يهدموا في خلوش تايجيوا بدوا يهدموا الناس إذا كانوا هما ما شافوش هذو المجرمين اللي قاموا بهدم البيوت تعالي الناس ما شافوش هما يبنوا وشافوهم كي يكملوش وهدموا لهم أو لا والله قريب يكملوا طيب وانت ما شفتش انت والمسؤولين اللي معاك ما شفتوش المسؤولين الاخرين وهم يهدموا عندهم أسابيع وهم يهدموا يعني انت وين كنت هل رك عايش في هاد البلاد هل رك تسمع وش رح يصره هل رك تتبع مع انه الآن سهلة يعني بتليفون تاعك تقدر تتبع ما تحتاجش حتى انه يجيبوا لك الأخبار لان كثير من الأخبار هي منشورة أو على الأقل قضية الهدم كانت الناس تكلمت عليها ومرات هني أنا هنا هني في بريطانيا يعني بايد عن جزائر كثر من 2000 كم هني نتكلم على الأشياء لان خلاص الفروقات هذيك اللي كانت زمان لازم تستنى الجرنان يخرج وبلك تقرن الجرنان هذا خلاص انتهى زمان ورانا في عهد آخر وعهد القرية الصغيرة إلى آخره فمن بالك أنك رك موجود في البلاد المفروض ورانا عندك آلاف الناس اللي هما إلى مش أكثر اللي هما تحت أوامرك وأوامر المساعدين انتاك يعني ومستشارين ما يسمى بمستشارين انتاك وين كنت؟ عملية الهدم دامت عدة أسابيع أين كنت؟ لماذا لم توقفها؟ لأن تعترف بأنها خطأ وبأنها ما كانش يجب أن تكون وبأنه كان يجب البحث عن حلول أخرى وبأن لراقبهم المسؤولين الأولين لماذا تركوا هذ الناس يدوا أراضي مش ينتاحهم أو يبنوا بدون موافقات ضرورية أنت وما معك؟ أين كنتم؟ أنت ووزرائك وولاتك ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات والمسؤولين أنت على الإدارات هذه المعنية والمديريات المعنية أينما أين كنتم؟ هذه بالحقيقة كارثة أخرى ثبت للجزائريين وتبيلهم أنك لا تصلح لا أقول أن تكون رئيس دولة ولا وزير ولا والي ولا حتى رئيس بلدي لا تصلح أنت نهائيا لأنه باش واحد يكون يحسب على أساس أنه قادر على إدارة البلاد خاصة أنك جيت بطريقة غير شرعية وأنك ليس لديك شعبية شوف أي زعيم أي حاكم خاصة في هذه البلدان وين لما فيهاش مؤسسات تقريبا حكم مجموعة أشخاص فقط لكن حتى الدول اللي فيها مؤسسات ما يجب قبل كل شيء أن يكون الحاكم هذا مجموعة الحكام على مختلف مستوياتهم من الرئيس إلى الوزراء إلى الولاة إلى رؤساء الضوائر إلى رؤساء البوليس إلى هذو اللي يتعاملوا مع الناس ويتحكموا في الناس ويحكموا في الناس لكن خاصة القيادة يجب أن تتمتع أولا بالشرعية أنت غير شرعي ومع الشرعية لازم أن تتمتع بالشعبية أنت غير شعبي أعطيك مثالنا قيسة عيد اليوم أنت تونس هذا اللي رأي عبث في تونس عنده الشرعية صحيح الآن خسر شعبيته لكن عنده الشرعية أنت ما عندك لا شرعية لا شعبية ضيف إلى ذلك يجب أن لا تكون متهم الحاكم المسؤول كبار المسؤولين يجب أن لا يكون عندهم تهمة تتعلق بالأخلاق وبالنظافة النظافة المالية والمادية إلى آخر أنت متهم أنت متهم في أخلاقك ومتهم بأنك من كبار اللصوص والناهبين والمرتشين وخاصة لما قضيت سنوات طويلة جدا فيما يسمى بوزارة السكن ضيف إلى ذلك أن الحاكم يجب أن تكون عنده رؤية ما هي رؤيتك؟ ما هو المخطط الاستراتيجي لإدارة البلاد؟ ما هي الأهداف الرئيسية التي يجب تحقيقها؟ لا تملك شيء ناهيك على أن تكون عندك قرب من شعبك أو من الشعب اللي تحكم أنت وغيرك وتعاطف معاه شفنا شيء مهم جدا حتى بعض الناس جابوا الصور أنت وزراء أتراك بما فيهم الرئيس أردوغان وكبار المسؤولي الأتراك كيفاش كانوا قبل الزلزال وبعد الزلزال؟ ظهروا كلهم أنهم فقدوا من وزنهم وظهروا كلهم وبعضهم أنه شاب في رأسه وشيباته الأسبوعين اللي فاتوا تعز الزلزال وشفنا أردوغان يبكي أمام الأتراك وهو يرى كوارث الزلزال ماتوا مئات الجزائرين غرقا حرقين ولا كلمة واحدة وكأنه لا حدث ولا كلمة واحدة في حين يقول لك حدثت منيش عارف الرئيس اتصل بالرئيس المالي بعد عملية إرهابية في مالي ومرت في الموزنبيق ومرت في زمبيا ومرت منيش عارف وين الزعيمة والحاكم يجب أن تكون عنده رباط مع شعبه أنت منقطع تماما لا علاقة لك بالمناسبة ركزرت كل الولايات والضوائر والبلديات وتشر كما وعدت تقريبا لم تزور أي مكان والأماكن اللي زورتهم كانوا في ظروف استثنائية وهران رحت الهابي بالطيارة ومعاك طائرات تحرصك وكأنها خايف حتى في الأجواء خايف رح بطائرات تحرصك ما بين العاصمة ووهران طائرات عسكرية ومنطقة القبائل لما احترقت أيضاً لا أعرف كيف وصلت لها لكن بالتأكيد شفنا حرص هائل حولك وفي لحظات معينة هكذا عوتهربت ولا ولاية ولا بلدية ولا دائرة ولا شيء ثم الحاكم واللي خاطب الناس خاصة إذا كان حاكماً ومسؤولاً لازم تكون عنده قدرة على إيصال فكرة هالدقيقتين اللي سمعناهم هنا يعني تقريباً نسف مش فهم وشك تقول كلمة منه كلمة منه كلمة يعني وكأنك مشتت الذهن مشرط في عقلك فناهيك على أن نقول ويقعد عندك كاريزما أنت الزعماء وأنت الناس اللي يقنعوه وأنت لا شيء لا تصلح لشيء يا تبون صراحة ومكانك هو ما بين حداد ما بين سلال ويحيا والآخرين بما فيهم حداد وبما فيهم غيرهم مكانك في أي نظام عادل هو السجن إذا مشي الإعدام أنت ومن معك